موسيقى سلام للأهل بدار السلام نحن هون طير سعيدين بوجودنا بدار الدكتور نواف الشبلي وكان إنا شرف التعرف عليه ومعرفته من خلال طبعاً هو قدر موفق نحن بالنسبة لي أنا أني يمشي بهيدا الطريق طبعاً فيه تجارب كثير كانت بحياتنا من زمان إنسان دائماً بيخلق به شعور أنه عنده شيء بحياته ما بيعرفه أو لازم هو يمشي فيه يشعر فيه بس ما بيعرف فيه في الظروف يلي هي بسوقنا لهالحياة بالنسبة لي اللي أنا حبي أحكي عن تجربتي دائماً من بداية حياتي بشعور أنه هالحياة قسمة كثير من أنه نحن نعيشها بشكل مجرد الواحد أو يأكل أو يشرب أو ينجب أو يموت أو هيك دائماً كان فيه بي ذهني دائماً هدف أكبر من هيك بكتير وتأكد لي هذا الشي دائماً بعد ما أزوجت و جبت أطفال كان الأطفال كانوا مرضى في مرض معين لحد ثلاث سنوات تقريباً ثلاث أطفال كانوا أول شي كانت البنة طبعاً مفاجأة كانت بالنسبة لي أنه ما كان يخطر عبالي أنه ممكن الواحد يخلق عنده طفل معاق أو عنده مشكلة بالحياة أبداً بس قبل ما تخلق الطفلي كنت دائماً أشعر دائماً بينه بالنفس وأنا حامل فيها أنه في شيء مطبيعي بدو يستير معي في مرحلة صعبة أنا قادمة عليها دائماً في شيء بالحياة منتظرني في صعوبات دائماً وبين وبين حالي ما كنت أشعر أنه الحياة السهلة حلوة ما كنت أحب الحياة تكون سهلة دائماً كنت أختار الأصعب يعني كل شيء سهل ما كنت استسيغه أو حسه حلو هيك بطبيعتي بالحياة يعني دائماً أشعر أنه في شيء أصعب هو أحلى أو في نكهة أو شيء فكنت دائماً أشعر أنه في شيء دائماً بدو يستير معي وفعلاً لما إجتها الطفلة واتفاجأنا أنه محاقة وعندها مشكلة أول شيء كان مفاجأة كثير كبيرة وسببت لنا شوية ألام ومتاعب بعدين شوي شوي صحيت على الموضوع وانتبهت أنه خلاص يعني طفلة ملاك كانت كشكل وكصورة فحسيت أنه أنا صار الواجب محصور فقط أني اهتم فيها اهتمام عادي واجب أعمل واجب اتجاهها فهيك الحياة استمرت لحد ما عمره كانش ثلاث سنين الحمد لله كانت في بعض طفل سليم اعتبرنا أنه خلاص القصة أنه بلشت من جديد أنه على الأفضل الحمد لله بعدين دائماً الإحساس الداخلي اللي كان موجود أنه لسه في شيء ما خلص لسه في تجارب أصعب أصعب يعني بينه وبين نفسي دائماً أشعر أنه في شيء مكتر مرتاح فيه لسه الحياة هيك في شيء مخبة ما بعرفه بعدين كمان تكررت التجربة بطفلين طبيين بعدين البنت طبعاً إجا الطفلة سليمة عطت جو حياة عطت جو أسري جو حلو جو محباب فرحنا فيها كتير لكن العاطف اللي كانت الأساسية عندي باتجاه الأطفال المرضى باللاشعور بكل شيء يعني أنه أنا هدول حس بالأمان وبالاستقرار وبالطمأنينة بالرغم من العذاب طبعاً بالرغم من الحالي نفسي لكن يكون فيه استقرار دائماً يعني حتى مهما كانت تكون الظروف صعبة دائماً أرجع أشعر أنه أنا عم أخد منهم قوة حتى لما طلع فيهم أشعر دائماً أنه عم يقولوا الشيء عم يعطوني رسالة كنت أشعر كل طفل أنه يشوفي عنده خلفية يعني تماماً مثل ما أشعر أنا أحس أنه يصلي هذا الشيء واستمرت الحياة معنا هيت بهذا الشكل طبعاً كان في بركات كتير أشعر فيها بحياتي مثلاً أحيانا كتير كان زوجي ضع بيتي ناوب يروح يغيب أسبوع وأنا مع الولاد لحالي شو بدي أتصرف مثلاً يمرت الولاد حرارة وأربعين صار عندنا مشاكل كتير وصلت لمرحلة أول شي كنت خاف طبعاً أنه أنا قصر أو شيء كانوا الجيران كتير يساعدون بعدين آخر شيء قررت أعتمد لحالي أنا أنه ما في داعي أنا خلاص أشعر في قوة كبيرة بتقلي خلاص في الله هيدا الولد الله بتتفل فيه بتذكر مرة الطفلي من كترة التوتر دائماً التوتر والخوف بيجيب نفس الحالي كنت أشعر بهذا الموضوع مرة خبت علي وكان أبوه غايب ولحانة وطقس كتير شكوية ومطر وبرد وقع علي التلفزيون للبنت السليمة التلفزيون هي قريبة عم تلعب حوالين وعنا ما اهتم بأخوة اهتمت التلفزيون علي بسواني بسواني ما حسيت حالتي مباشرةً قدرت وقف التلفزيون أصحب البنت يعني بقوة غريبة من هون ما عد حسيت أنه نكسر عندي شيء اسمه حاجز الخوف والطفلة المريض اللي بين ايدي بتذكر وقتها قلت نسكته هيك حطيته على طرف خلص هيدا على الله بتكتش فيه ما بتكتش فيه أنا ما فينا أعمله شيء عاجزة عن هالموضوع تماماً هاي كان الشكل يعطتني دفع أكتر شيء قال لي كسر حاجز بالنسبة لي لي وسقوا الإيمان طبعاً الإيمان أنا بقول أنه الواحد بتعلمه بالحياة ما بيعرف إنه بيقامن ولا لا ما بيعرف بهذه الأمور تجارب الحياة هي اللي بتثبت لنا وهي بتحطنا لهيدا الطريق بعدين الحمدلله رب العالم دائماً أنا كنت عندي أسئلة ليه شو كيف ويعني حتى لدرجة إنه كنت تسأل يعني الله موجود عم يعرف بحش الشي العمل سير معنا ولا لا بعدين كانت سامية صديقتنا سامية وكنا الجيران دائماً بشكل دائم تخطر بالي بشكل دائم هي طبعاً هي بتكون أختها هي صديقتها لكن هي دائماً تبقى بزهني على طول أشعر أنه في شي دائماً بشدني لها الإنساني مع أنه إحنا بعد كنا ساكنين بالشام وهنا بطرطوس دائماً تجيني رسائل منا بأوقات مفاجئة جداً وماني حاسبت أبداً كون أنا مثلاً بحالة صعبة بحالة ألم بحالة مبعض شو بدي أصراف بحالة حزن تجيني رسائل مثل مثل السلام مثل الراحة بشكل يعني مو طبيعي ما أملها كله تفسير بعدين شاءت الأقدار وجينا على طرطوس والحمد لله رب العالمين انتقينا وبعدين تعرفنا على الدكتور نواف الشبلة من خلال الأصدقاء وسنقرأ الكتب اختلفت الحياة كثير بعد ما صرنا نفهم بالوعي الفهم ببدد الحجوب وصرت أتذكر دائماً كل الحوادث أنه دائماً أنا كان عندي شغف بالمطالعة من الزمان وكثير عندي اهتمام أني دائماً أعرف أكثر أو أفهم شو عمل السر معي بعد ما مشينا على درب الوين صارت الحياة إلى طعم آخر صار الإنسان أشعر أنه يستكيني بالهدو اللي كنت أنا بينه وبين حالي أشعر فيه صار حقيقة قدامي صرت أعرف أنه فعلاً إنسان ممكن يغير قدره بس يفهم بس يعرف أنه إرادة الله موجودة بكل الأحداث بس يعرف أنه ما في شي عبس عم يسير صرت أعرف أنه ما في مظلومية عليني أبداً كانت أول شي كنت أسأل أنه ليش هيك لس صار معي هي بعدين صرت أعرف الحقائق كيف صرت أفهم نفسي أكثر صرت أفهم نفسي أكثر مع القراءة مع المطالعة الدائمة يعني كمان التأملات أضفت لنا كثير شغلات إختبار ذاتي للإنسان يرجع لنفسه أو يتذكر يتذكر حياته أو أصله أو حقيقته هاي الحقيقة الأساسية اللي نحنا للأسف كتير كنا غافلين عنا ما كان عنا حدا يعطينا هالقوية هالجرأة أو أنه نحنا قلنا حق نعرف أو نفهم هيك أمور والحمد لله رب العالمين صار فيه أقدار جديدة بحياتنا عدر بالبعين ومعرف أنك أكيد بالحكيم فيه تجارب كتير يمكن الواحد ما فيه حكية بشعر فيه شعور كشعور بينه وبنفسه هي الأهم يعني بدي يقوله أنه الحمد لله كتير حياتنا تغيرت مع الناس مع المحيط مع الأصدقاء مع البيت مع الأولاد الوعي كتير المحبة المحبية اللي هي جوهر حياتنا تعلمنا كيف المحبة هي بتخلق من نفس الشي تخلق محبة بالمحبة بتتوسع الحياة بتتوسع الفكر بصير فيه معنى آخر بصير فيه طعم آخر الحمد لله رب العالمين ما بعض هاي تجربتي كانت حيات جديدة نعم أولادك اللي توقفوا يعني العكاس اللي انت هنلق لأ من الوعي شو العكاسوا عليهم هل هن هن صاروا أكثر لا هلا هن توفوا هلا الأطفال هن الوفيات توفوا توفوا ثلاث أطفال وفيات ايه طبعا توفوا الأطفال أنا هي نسيت أذكرها يعني بس عندي بعدين الله بعت لي آخر شي قطت لي سليمي يعني كان عندي بنت وجبت بنت ثانية هرون طبيعيين حمد الله بس الأطفال اللي كانوا مرادين عن جد كانوا كتير رسل سلام يعني كانت إرادة الله موجودة دائما دائما يعني ولا مرة كنا نحس بالرغم من ضغوط الحياة أنه في حاجة أو أنه في أي شي كان دائما تتسر الأمور يعني كانوا بركات حقيقية بالبيت بكل الصدق يعني إحنا بعد ما حتى كانوا الأطفال السليمين يعني حتى بالبيت يصير خلافات على الأطفال السليمين يعني على المرضى عملنا ما اختلفنا كانت تسألوا لزوجه دائما ليش نحن هايك عم نختلف على السليمين والمرضى كانوا كثير يعني مو معقوله ما فيك توصف الجو الجو الأمان والجو السلام والجو ال كانت أشعر الله بكل مكان بالبيت يعني كثير كانت التجربة يحبيناهم بشكل مطبيعي كثير يعني بالإضافة لجمالهم كانوا كثير ملائكي يعني الحمد لله يعني من عكس أنهم كانوا يشعروا يعني بس أنا بشعر أنه لما كنت أحمل الطفل مثلا كنت أعبان يدوام ومدرسة وبيت هيك لما شيلوا طبعا أكثير كنت أخذ منهم طاقة للحقيقة يعني أنا كنت أستغرب يعني كانوا حتى الناس يجوا يزورونا يعني أنه ننضل بالمشفى مثلا أسبوعين هالطفل عنده حاجات خاصة تعبان مثلا شهر يجوا لعني هيك شو يجيران عبسين أنه شو بقنا نقول له هالجماعة يا حرام رايحين جاينا على المشاكل يتفاجئوا أنه بدل ما يشربوا في نجان قهوة يضلوا ثلاث ساعات أنه نحن نروح عنهم بدل ما هنين يروحوا عننا كثير كانوا يتفاجئوا بهالموضوع أنه دائما يسألونا أنتوا ما بتنزعجوه أنتوا ما مليتوا أنتوا إسا تجيبوا أولاد أنتوا كيف دائما كان هذا الصواد ما عملونا أي مشكلة بالعكس كثير صارت أحداث إيجابية يعني حتى بعز الحرب بوقت الحرب يعني 2011 يعني زوجي ضابط انتقى المدرعات مستحيل حدا ينتقل بهذه الظرف مستحيل يعني الصدفة كان كل الناس سألونا كيف يعني كثير إجتنا يعني نحن حصدنا السمار يعني تربية الأطفال كانت فترة صعبة بحياتنا إذا بدنا يسموها الناس صعبة بس نحن الصراحة محسسينا الصراحة كان فيها معاناة بس محسسينا لأنه نحن كنا مبسوطين عم نعمل واجبنا بس بعد هذه المرحلة كثير كثير صار في توفيقه ورزقه وبركات وأشياء كثير بحياتنا تعتبر مستحيلة بالنسبة للناس معرفتك بالدكتور نواف وبالحكمين قدت قبل انتقال الأبناء أو بعد انتقال؟ لا بعد انتقال استمرت انتقال الأبناء بعد ما انتقل الأبناء وصلت لهذا الطريق طبعا بس طبعا كان في شعور إنه في شي تاني إسه بحياتي بده بصير أسمى من هيك غير هيك يعني في شي إسه أنت أشعر بهذا الشعور اللعنة 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 اشتركوا في القناة